السلام عليكم وياكم أخوتكم أم مركان أنا حالياً من منطقة محارجة بالرضوانية الغربية يعني من عائلة متعففة عائلة تميحية عائلة تميحية رجلها ما كان رجال عايش على إجور يومية بالأحداث انضرب براسة وعلى أثر هذه الأحداث الضربة يعني نقدر نقول صار عندها مرض عقلي فهسا هو لا حول ولا قوة مركون على صفحة عدها ست أطفال هذا واحد من عدهم اللي ده شوفونه هاي مصاب بالغدة وما عدها أي علاج إليه وعدهم ولد أصغر من عنده هسا رايح يدور على شغل مرغم أنه هو عمرت مع السنة راح يدور شغل بلكن يلقي شغل الأهله وعدها بنات الثين ما قدرنا نصورهم للإحراج وما قدرنا نصور الأب الحالة مالتهم من كانوا من نازحين بالمخيم وبعد الرجوع والوضعية اللي لقوها بنوا غرفة هاي ده شوفون حالة الغرفة اللي عايشين بيها هو غرفة هو مطبخ ده شوفوها هاذ هو مطبخ مسوينها هي غرفة لهم البيت تماما فارغ من كل شي هاذا الشباك جامع بي الغرفة هاذي نصف تشينكو بلاقينا وحاطينا ونصف وصل هاي وصل قدامكم ده شوفوها وصل هاي حمخلين وصل هاي نصف وصل ونصف تشينكو بالشتاء ادخل عليهم المطر وهسا الغرفة ما تطاق بالحر وهذا جون الحار وهي تشي سموم يناشدون اهل الخير انه يوفروا لهم نبني لهم غرفة ويا هاي الغرفة نرتب هذا المطبخ لهم نسقف لهم بياض وصاب وده شوفون القاعية طين هاي بالمطر صير زربيخة مالطين ده شوفوها ويناشدون اهل الخير انه نبني لهم غرفة ونرتب لهم اضافة لانه البيت خالي من اي شي كل الاثات اللي بالبيت هذني اللي قدامكم هذني اللي قدامكم وفراشات مصفتيهن على صفحة لاناني ايجيت مصفتيهن على صفحة ينامون على هذني هذي مبردة بهي تحر ماكو مبردة ماكو ثلاجة للموية يشربون ماعدم جيتاني لقيت دولكات ماال دبات ماال موية حاطيها برا يمن بالهودة حتى ثل جاية ماعدهم ثلاجة ماعدهم بهي تحر هاي البنكة المكسورة المعلقة اهنانة كل شي مايملكون من الدين هاي ناجدون اهل الخير انو يمدوا لهم اهل الرحمة يمدوا لهم ايدهم ويعاونوهم السلام عليكم انا ميحية اطلب منكم اطلب من الله تبع منكم اتحانوني مع الجسير ابن مريو ابن مريو ابن مريو عمرو اطلب من عمل انطtek بن عربي ايضا ابن صاهرجي ت говорят واقًا ودخور يقول ثلاث ابنت يبنت تburn ت�논 المترجم ليس لكي نزيد المنزل أزال ألاف اللاجب هل الصيف حارة لا مبردي لا تنكم الماء يعني ما عندي اشي غير رحمة الله لا راتب وطفله أكبر واحد هذا مريض وما عندي كل شي أعلم أنكم انتمع ساعدوني أهلا مروض إلا أنكم أجروا أحد يدوروا ما عندي والله اشي عندي بنات ذنة ثلاثة والدي ثلاثة وزنت هو مريض وهذا ابنك كبير مريض لأك والله بطلتم من المدرسة أنا مجيشتغل والله هذا الثاني بطلتم من المدرسة ما عندي يطلبون المعلمين على ملابس يطلبون على شيء السهوال بطل هذا بس أنجاه ابنية ويخليت المدرسة وما عندي غير رحمة الله طبعا نحن يوم رمضان وتعرفون وضعي رمضان وهي تشحر يعني أنا ما أقدر أوصف الحالة لا ما يعدهم بالبيت لا ثلاجة لا مبردة لا بنكة وهي تشحر وصايمين العائلة حتى هاي الطفلة قدامكم صايمة فيناشدون أهل الخير يوثروا لهم اللي الله يهديهم وإن شاء الله يرزقهم بي وجزاكم الله خير افضل 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 ام ام ما كانت تازم عنها اه